وأيضا الأمر الآخر ليبيا أيضا كيف وصل حالها الآن يتواجد فيها الأطراك عسكريا وقد يتواجدون في دول أخرى إن واصلت هذه الأدوات التصرف بهذه الطريقة التي تخدم هذه المشاريع وهذه الأدوات هي هذه الأحزاب من طينة حمص وغيرها التي لم نسمعها يوما نعم على ذكر حمص هل أدانت يوما حمص هل أدانت التدخل التركي في ليبيا في حين كم من مرة هم يطالبون بإدانة التدخل العربي التحالف العربي في اليمن رغم أنه بمنطق هذا المقري أن التدخل اليمن بلد عربان والسعودية بلد عربان على حسب معياره طبعا أنا أذكر هذا الكلام على حسب معياره المسيء رغم أنه ليس مسيئا بل فيه مديع أن هذا المعيار فهي بلاد عربية مع بعض ولكن الأتراك الذي يطالب مقري أن لا نتدخل العربان في شأن تركي وشيء يمتلكه الأتراك فما دخل الأتراك في ليبيا؟ أتحدى حركة حمص كم من مرة ذكرت من قبل أنها مع السياسة الخارجية الجزائرية أتحدى حزب حمص أن يدين أي تدخل نعم أي تدخل ومنه التركي أنا شخصيا أدين أي تدخل في الشأن الليبي سواء لصالح حفتر أو لصالح السراج أو أي طرف لأن هذا التدخل سيخدم الفوضى لهلك وسيذر بالأمن القومي الجزائري وبالأمن القومي المصري يجب أن يكون هناك حوار سياسي أتحدى مقري أن يدين التدخل التركي في ليبيا لأنه لو يفعلها صدقوني ما بات ليلته زعيما لحمص ولست أطلق هذا الكلام على عواهني ولست أطلق هذا الكلام على عواهني وأنا أدرك جيدا طبيعة العلاقات علاقة حركة حمص مع الأجهزة التي لديها ارتباطات مع الإخوان المسلمين